أبو نذير بارك الله فيه يسأل يقول في العام الماضي ذهبت إلى مكة وأخذت عمرة يقول في هذه السنة أنا ناوي الحج ولله الحمد يقول ما هو النسك الذي تنصح به والأفضل بالنسبة لحالي يا أبا نذير بارك الله فيك و رضي الله عنك بالنسبة للحج طبعا هو ركم من أركان الإسلام و مبانيه العظام و أنساكه ثلاثة التمتع و القران و الإفراد و التمتع هو أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و عشر ذو الحجة و يبقى في مكة ثم يحج من العام نفسه و عليه دم و دم التمتع و هو دم شكران لأن الله تعالى جمع له بين نسوكين في سفر واحد بالنسبة للقران القران هو أن يدخل الحج على العمرة و أيضا عليه دم و هو دم التمتع دم شكران لله عز وجل و أما الإفراد فهو أن يأتي بالحج فقط فأنت يا أخي الفاضل اعتمرت سابقا فإذا أردت أن تأتي بحج الإفراد طيب و ليس عليك هدي تأتي بالحج فقط و ليس عليك الهدي و أما إذا قلت لي بأنك ستذهب مبكرا إلى مكة فالأفضل في حقك أن تأتي بحج التمتع و أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج و تبقى هناك في مكة ثم اليوم الثامن الذي هو يوم التروية تلبي بالحج و تكون متمتعا و عليك هدي التمتع و هي ذبيحة تذبح هناك في مكة و لله الحمد و الآن الأمور تيسرت هناك جهات تتولى أخذ هذه تتولى أخذ المبالغ منك و تنيبها أنت في ذبح هذا الهدي بارك الله فيك فالأفضل في حقك إذا ذهبت مبكرا أن تحج حج تمتع تأتي بعمرة ثم تحل منها و تدخل في الحج بعد ذلك تلبي في الحج في اليوم الثامن من أيام التروية أبو نذير من فرنسا يقول يعني بالنسبة لليوم الثامن و هو يوم التروية أنا أكون في الفندق في مكة يقول من أين أحرم هل أحرم من مسجد عائشة حتى أجمع بين الحل و الحرم ولا أحرم من مكاني يا أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة لمن حج حج التمتع و أتى بالعمرة ثم حل منها و بقي في مكة فإن السنة أن يحرم من منا السنة أن يحرم من منا و إن لم يتمكن و كان ساكنا في الفندق في مكة فيحرم من سكنه و لا يذهب إلى مسجد عائشة ما يذهب إلى مسجد عائشة و إنما يحرم من سكنه من فندقه من المكان الذي هو نازل فيه بارك الله فيك أبو نذير من فرنسا يسأل يقول ماذا أقول عندما أدخل في نسك الحج يا أبا نذير بارك الله فيك عندما تدخل في نسك الحج تنوي بقلبك أولا تنوي بقلبك بأن هذا هو الحج لأن النية من أعمال القلوب و ليست من أعمال اللسان فإذا أنت الآن نويت بأنك تريد أن تدخل النسك تلبي تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا و إذا أردت التمتع فإنك تلبي بالعمرة أولا تقول لبيك اللهم عمرة ثم إذا حللت منها لبيت بالحج يوم الثامن من ذا الحجة تلبس ردائك تلبس للإزار و الرداء ثم تقول لبيك اللهم حجا ثم بعد ذلك تبدأ بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك و هكذا و تذهب تبات في ميناء من السنة ليلة عرفة ثم بعدما تشرق الشمس تدفع إلى عرفة يوم التاسع من ذا الحجة بارك الله فيك أبو نذير من فرنسا يقول أنا مصاب بمرض الصداع الشديد فهل إذا كنت محرما يجوز لي أن أضع شريطا حول جبهتي لتخفيف الصداع يا أبا نذير بارك الله فيك و رضي الله عنك بالنسبة لك إذا كنت محرما و كان هناك أو أصابتك نوبة الصداع و تشعر بألم شديد فإن الأصل أنك تتناول الدواء تأخذ الدواء المخفف للصداع هذا الأصل فإن لم يتيسر أو أنت تجرب الدواء ولا تستفيد ولا تنتفع و ترى بأن وضع شريط حول رأسك من جهة الجبهة حتى يذهب و يزول الصداع لا حرج في ذلك و لله الحمد و المنة لأن هذا لا يأخذ حكم المخيط لا يأخذ حكم المخيط و لذلك نص العلماء على جوازي و على الرخصة و على الجواز بوضع السوار مثلا في اليد مثل ما يكتفيه رقم الحاج و اسم الحاج و كل العلامات الصحية التي للحاج و كذلك يجوز أن يستعمل الإنسان الشريط الضاغط لمسألة تخفيف الصداع عن الرأس إذا كان محرما إذا لم ينتفع بالأدوية و العلاجات الأخرى